مرحباً، لقد تركن يوسف أمير مصر خلال الجفاف الحاد الذي دام سبعة أعوام لقد قلت لك أن هذا الجفاف مس كل البلدان الأخرى، إذن حتى كنعان بلد عائلة يوسف الناس يأتون من كل مكان لشراء القمح من يوسف كي يصنعوا الخبزة، وإلا سيموتون حتماً من الجوع في عائلة يوسف جعوهم أيضاً، أخوات يوسف متزوجون ولهم عدة أطفال، إذن عددهم كبير جداً يعقوب والدهم بعثهم إذن إلى مصر كي يشتروا القمحة من هذا الأمير الذي يتحدث عنه الجميع فرعون أعطى اسماً مصرياً ليوسف أظن أن ولا واحد يدعوه يوسف، إنه أمير مصر، مكانته مهمة جداً، لأنها تأتي بعد مكانة سلطان مصر الآن أصبح له تماماً هيئة ومظهر المصريين لا يشبه إطراقاً إلى الشاب الذي كان عمره سبعة عشر سنة، لما باعه إخوته كعبد، الآن عنده حوالي ثمانية وثلاثون سنة إنه متزوج وأب لولديني، قد عاش لحد الآن في مصر حوالي واحد وعشرون سنة، فأصبح يتحدث للجميع بالمصرية ها هم الآن عشرة أخوات يوسف يأتون إلى مصر يوسف رآهم، لقد فوجئ لأنه تعرف عليهم، لكنهم لا الآن إذن تذكر أحلامه لما كان صبياً حين أخبره الله أنه سيصبح رئيسهم كما نعلم، بما أن الله صبوراً فقد حقق الحلم بعد واحد وعشرون سنة مرة أخرى يوسف يفهم أن الله لم ينساه ولم يهمله أو يتركه أبداً، بل يقود حياته لقد قرر أن يضع الثقة في الله مطيعاً لفرعون لم يرجع إلى عائلته، بل انتظر أن يكتشف عن ما سيفعله الله إذن يوسف قرر أن يعمل شيئاً لم يقل لأخوته أنه هو، بالعكس، فقد حدثهم باللغة المصرية وأحد الرجال ترجم لهم بالعبرية في الكتاب المقدس نجد ما يلي فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم جواسيس أنتم، لتروا عورة الأرض جئتم ثم وضعهم في السجن أخواته ماتوا من الخوف لقد فهموا أن الله هو الذي يعاقبهم بسبب كل الشر الذي فعلوه ليوسف فأخذوا يتساجرون فيما بينهم وقالوا بعضهم لبعض حقاً إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقة بالطبع يوسف فهم كل شيء ثم تخبأ ليبكي إننا نظن أنه يريد الانتقامة لكن باقي القصة يبين لنا العكس تماماً يوسف تصرف بالحكمة لأنه يريد أن يرى ما سيعمله الله لقد وضع إخوته ثلاثة أيام في السجن ثم أخيراً لم يترك محبوساً إلا شمعونة واحد من إخوته الأكثر عنفاً الذي في الزمن الماضي قد قتل عدة أشخاص في الكتاب المقدس نجد ما يلي إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا أنتم وخذوا قمحاً لمجاعة بيوتكم واحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا ففعلوا هكذا كانت ليوسف فكرة في ذهنه يبيع القمح لإخوته لكن لا يريد نقودهم بل خبأها في أكياسهم شمعونة يبقى في السجن وأخوته رجعوا إلى بيتهم وفي الطريق واحد منهم لاحظ أن نقوده كانت في كيس القمح إذن هنا دخلهم الرعبة فقال لإخوته ردت في الظتي وها هي في عدلي فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا والدهم يعقوب لم يوافق فكرة ذهاب بن يمين معهم إلى مصر لكن الوقت يمر نفذ القمح عدة أشهر مضت منذ عودتهم من مصر إذن الآن محتومة عليهم العودة إلى مصر لشراء القمح يعقوب لا يريد دائما أن يفترق عن ابنه الأصغر بن يمين لكن بعد مناقشة طويلة مع أولاده تركه ليذهبا معهم لقد خافوا كثيرا من غضب أمير مصرا إذن أخذوا معهم هدايا له والنقود التي وجدوها من قبل في أكياسهم وأخرى لشراء القمح فلما وصلوا إلى مصر ولما رأى يوسف أخاه الصغير بن يمين عرض عليهم الغذاء معه لقد خافوا ثم حكوا ما حدث مع نقودهم للذي يهتم في بيت يوسف بجمع النقود فقال سلام لكم لا تخافوا إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم فضتكم وصلت إلي ثم أخرج إليهم شمعون فهين حل وقت الفطور أتى يوسف لرؤية أخواته إذ شرعوا في إعطائه الهدايا فلما نظر إلى بن يمين ومن شدة تأثره بذلك خرج ليبكي لقد أجلسوا حسب أعمارهم من الأكبر إلى الأصغر فلما لاحظوا ذلك استغربوا كثيرا كيف أن المصريون عرفوا أعمارهم وفوق هذا قدم الأكل خمسة مرات لبن يمين على الآخرين أخوات يوسف فهموا جيدا أن الله يريد أن يبين لهم شيئا لذلك خافوا كثيرا فقد تذكروا الشر الذي صنعوه ليوسف منذ أعوام إنهم لم يعقلوا بعد أخاهم يوسف ملأ أكياسهم بالقمح ولمرة أخرى وضع نقودهم فيها وأضاف طاسه الخاص لقد خبأه في كيس بن يمين لكن ماذا يريد فعله؟ هل فهمت خطته؟ إذن اسمع جيدا لم يتركوا بعد مصر حتى لحقا بهم خادم يوسف فأوقفهم قائلا لقد سرقت طاس الأمير لقد خافوا كثيرا قائلين لا ليست حقيقة فتشنا وقت للسارق في الكتاب المقدس نجد ما يلي نعم الآن بحسب كلامكم هكذا يكون الذي يوجد معه يكون لي عبدا وأما أنتم فتكونون أبرياء بالطبع لقد وجدها في كيس بن يمين يا لها من كارثة إنهم عادوا كلهم للقاء يوسف أخاه يهوذا يوضح له الأمر ما بإستطاعتنا قوله لقد كشف الله ذنبنا لكن إننا نذهب معنا أخونا الأصغر أبانا سيموت من الحزن ولن أقدر أن أرى ذلك أمسكني في مكان بن يمين لاحظ يوسف تغييرا في أخواته هم الذين لم يتراجعوا في جلب حزن شديد لوالدهم لما كذبوا عليه قائلين له أن يوسف قد افترسه حيوان شريس إذن أخرج الجميع أرسلني الله قدامكم يوسف وضع ثقته في الله الذي عنده القدرة على تغيير القلوب وتحويل الشر إلى الخير لم يغضب عليهم إنه يعلم أن الله هو الذي بعثه إلى مصر أخواته لم يصدقوه بل خافوا أكثر فهم ليس عندهم إيمانه وثقته بالله فهم يفكرون أن يوسف سينتقم منهم حتما يوما ما لكن يوسف طلب منهم البقاء معه للعيش في مصر هكذا سيتخلصون من المجاعة خلال هذه الأعوام الصعبة ويعيشون معا مجددا ثم بعثهم ليبشر والدهم بهذا الخبر المفرح حاملين معهم الهدايا فرعون وافق على مجيء عائلة يوسف إلى مصر كي تأيش فيها لكن لما عادوا إلى بلادهم يعقوب والدهم لم يصدقهم فلما لاحظ الهدايا التي أتوا بها رجعه الأمل فبعدها وافق في الكتاب المقدس نجد ما يلي فقال أنا الله إله أبيك لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك يا له من لقاء يا له من فرح كل عائلة يوسف أتت للاستقرار في مصر وذلك في مكان خاص بهم وحدهم هكذا انتهت قصتنا الرائعة وأنت هل تريد أن تكون مثل يوسف إذ وضع ثقته في الله حتى في أوقات الشدة منتظرا أن يتغير الشر إلى الخير أم تريد أن تكون مثل أخوات يوسف الأشرار الذين خافوا من ثأر يوسف منهم أنا أفضل أن أكون مثل يوسف لكن ليتحقق هذا الشيء في حياتنا يجب طلبه من الله إذن هذا ما سنفعله الآن سنصلي سيدي إلهي شكرا لك لأنك القادر على فعل كل شيء إنك الوحيد الذي يغير القلوب أنت الوحيد الذي يغير الشر إلى الخير وأنت الوحيد الذي يعطي الصبر في الضيق كي ننتظر الفرج وما تفعله لنا سيدي اغفر لنا لما نشتكي حين نتعذب إننا نتسرع كثيرا لرؤية التغيير في حياتنا لكن سيدي ساعدنا أعط لنا الإيمانة كي ننتظر الأشياء الرائعة التي ستصنعها في حياتنا سيدي أشكرك من كل قلبي آمين يمكن لك قراءة قصة يوسف بنفسك وذلك في سفر التكوين من الشطر التاسع والثلاثين إلى السادس والأربعين في الكتاب المقدس قل لك إلى لقاء إلى قصة أخرى